فايروس بعد عام 2003 بالنظر، بالمشاهدة، بالاستماع، حتى بالوقوف بالقرب من الفاسد والمسؤول في كل المجتمعات الراقية والمتحذرة الفلنان فيها يشكل قيمة عليا لأنه واحد من الأدوات المهمة والفاعلة في إحداث النهضة والإصلاح والتغيير لما يمتلكه الفلنان والمثقف بكل العناوين وبكل التصنيفات من عمق جماهيري وشعبي وقدرة على التأثير في الواقع والكل قد عاش أو اطلع أو قرأ فيما بعد المعاناة التي مر بها الفنان العراقي عبر الحكومات المتعاقبة ولكن يبقى أن للفنان مقدرة على إحداث الإصلاح في زمن الفساد الفساد في العراق أصبح عنوانا مخيفا مؤثرا مدمرا والأخطر ما في الفساد وهو صار معلنا ومعروفا والكبار من الفاسدين صار ينادونهم بالحيتان قادة وحكاما وزعماء ورؤساء يتباهلون عبر وسائل الإعلام بلا حياء لكن الخشية كل الخشية أن يتسلل هذا الفساد من هنا وهناك إلى نقابات وتجمعات ومؤسسات نحن أحوج إليها في هذا الزمن هذا الذي يجعلنا أن نقلق مثل بالعالم الآن كله يقلق من كورونا لأن كورونا فيها عدوى كورونا العراق أو فيروس ما بعد 2003 أشد فتكا وضررا من كوفيد ناينتين ولأسباب كلنا قد اطلعنا عليها قد يكون كورونا يعدي بالملامسة لكن فيروس بعد عام 2003 بالنظر بالمشاهدة بالاستماع حتى بالوقوف بالقرب من الفاسد والمسؤول ترجمة نانسي قنقر